موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيز الطالب أهلاً وسهلاً بك في حلقة جديدة من حلقات مجال النحوي والصرف للصف الحادي عشر كن معنا على مدى الدقائق التالية واحتفظ بقلم وكراسة لتسجل ما تراه مناسباً موضوعنا اليوم بعنوان الحال في مهارة الحال سنتعرف على وظيفتها أنواعها وضبطها في البداية نريد أن نحدد الحال وصاحبها فيما يلي أقبل الطالب فرحاً بنجاحه الحال هو فرحاً نعم كي نعرف الحال نسأل بكيف كيف أقبل الطالب الجواب فرحاً إذن فرحاً هي الحال صاحب الحال الطالب صاحب الحال هو الجهة التي تبين الحال هيئتها وكيفيتها ولنا أن نسأل من الذي أقبل في هيئة الفرح الجواب الطالب إذن الطالب هو صاحب الحال حدد الحال وصاحبها فيما يأتي وقفنا عند شاطئ البحر مستمتعين بجماله الحال هو مستمتعين كي نعرف الحال نسأل بكيف كيف وقفنا عند شاطئ البحر والجواب مستمتعين إذن مستمتعين هي الحال صاحب الحال الضمير المتصلنا صاحب الحال هو الجهة التي تبين الحال هيئتها وكيفيتها ولنا أن نسأل من الذين وقفوا عند الشاطئ مستمتعين الجواب الضمير نا في وقفنا إذن نا صاحب الحال حدد الحال واضبطها ومبينا السبب فيما يأتي سجد المصلي خاشع القلب لله الحال هو خاشع كيف سجد المصلي؟ الجواب خاشع القلب إذن خاشع هي الحال الضبط خاشع بالفتحة السبب لأن الحال تكون منصوبة حدد الحال وبين نوعها وإعرابها فيما يأتي قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا الحال هو صعيقا كيف خر موسى؟ الجواب صعيقا إذن صعيقا هي الحال نوعها لأن الحال هنا كلمة واحدة فتدعى الحال الحال المفردة إذن نوعها مفردة إعرابها حال منصوب وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره حدد الحال وبين نوعها وإعرابها فيما يأتي قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفة الحال ضعيفة كيف خلق الإنسان؟ الجواب ضعيفة إذن ضعيفة هي الحال لأن الحال هنا كلمة واحدة فإن نوعها مفردة أي ليست بجملة ولا شبه جملة إعرابها حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة حدد الحالة وصاحبها ونوعها فيما يأتي قال تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا الحال في هذه الآية الكريمة شاهدا كي نعرف الحال نسأل كيف أرسلناك الجواب شاهدا إذن شاهدا هي الحال نوعها مفردة لأن الحال هنا كلمة واحدة شاهد صاحب الحال الكاف في أرسلناك صاحب الحال هو الجهة التي تبين الحال هيئتها وكيفيتها ولنا أن نسأل من الذي أرسل شاهدا الجواب الضمير الكاف الذي يعود على النبي عليه الصلاة والسلام إذن الكاف صاحب الحال حدد الحالة وبين نوعها ومحلها الإعراب فيما يأتي قال تعالى قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا الحال وأنا عجوز كيف نعرف الحال نسأل كيف ألد الجواب وأنا عجوز إذن وأنا عجوز هي الحال نوعها جملة اسمية لأن الحال هنا ليست كلمة واحدة وإنما جملة اسمية مكونة من متدأ وخبر محلها الإعرابي جملة اسمية في محل نصب حال نحدد الحالة ونبين نوعه ومحلها الإعرابي قال تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون الحال يبكون كيف جاءوا الجواب يبكون إذن يبكون هي الحال نوعها جملة فعلية لأن الحال هنا ليست كلمة واحدة وإنما جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل يبكون محلها الإعرابي جملة فعلية في محل نصب حال قال تعالى فخرج على قومه في زينته الحال هنا في زينته سؤال كيف خرج على قومه الجواب في زينته يعني متزينا إذن في زينته هي الحال نوعها شبه جملة جار ومجرور في زينته محلها الإعرابي شبه جملة في محل نصب حال قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها الحال فوقهم أي ينظرون إلى السماء حالة كونها فوقهم نوعها شبه جملة ظرف فوقهم محلها الإعرابي شبه جملة في محل نصب حال هذه جملة عادية وقف المعلم يشرح الدرسة جملة الحال هنا يشرح الدرسة يشرح الدرس عندما أسأل كيف وقف المعلم الجواب يشرح الدرسة وهو حال جملة فعلية كما هو واضح محلها الإعرابي جملة فعلية في محل نصب حدد الجملة جملة الحال فيما يلي وبين محلها الإعرابي شاهدت الخطيبة وهو يعيظ الناس نعم وهو يعيظ الناس جملة الحال نسأل كيف شاهدت الخطيبة الجواب وهو يعيظ الناس وهو حال جملة اسمية كما هو واضح في محل نصب حال هذه هي العلامة نطلب منك الآن عزيز الطالب صغ الكلمات الآتية في جملة مفيدة على أن تقع حالا لدينا كلمات مغرد متفائلون ساجد متأمل شاهدت العصفور مغردا رجع الطلاب متفائلين دع المؤمن ربه ساجدا وقفت أمام البحر متأملا أكمل الجمل فيما يلي بما هو مطلوب أمامها ذهبت إلى العمل مطلوب حال مفردة نعم نشيطا الطالب فراغ دروسه نريد حال جملة فعلية نعم يذاكر استيقظت من نومي نريد منك حال جملة اسمية والشمس طالعة ما أجمل الثمار فوق الأغصان حال شبه جملة صوب الخطأ النحوية فيما يلي أنصر أخاك ظالم أو مظلوم نعم ظالما أو مظلوما أنصر أخاك ظالما أو مظلوما لأن الحالة المفردة ينصب بالفتحة وقف الشاعران في الحفل منشدان قصائدهما نعم الجواب منشدين وقف الشاعران في الحفل منشدين قصائدهما لأن الحالة المثنة ينصب بالياء رجع الجنود منتصرون نعم رجع الجنود منتصرين لأن الحالة جمع المذكر ينصب بالياء دخلت الطالبات الامتحانة مستعدات الصواب دخلت دخلت الطالبات الامتحانة مستعدات لأن الحالة جمع المؤنف السالم ينصب بالكسرة وصلنا إلى الاستنتاج الحال لفظ يذكر لبيان هيئة صاحبه وحكمه الإعرابي النصب إذا كانت مفردة وفي محل نصب إذا كانت جملة أو شبه جملة صاحب الحال هو الجهة التي تبين الحال هيئته ويعرب على حسب موقعه في الجملة للحال ثلاثة أنواع حال مفردة وهي الحال التي لا تكون جملة ولا شبه جملة وحكمها الإعرابي النصب حال جملة وتكون إما جملة إسمية أو جملة فعلية وأخيرا حال شبه جملة وحية التي تقع ظرفا أو جارا ومجرورا وتكون في محل نصب تدريبات على الحال استخرج الحال مما يلي وبيّن نوعها قال تعالى فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين الحال هو خائفا نوعها مفردة يترقب نوعها جملة فعلية استخرج الحال مما يلي وبيّن نوعها تجهت إلى المسجد والمؤذن ينصدح بالأذان الحال هنا والمؤذن ينصدح جملة إسمية لأن الحال تتكون من مبتدأ وخبر ما زلنا نستخرج الحال ونبين نوعها في الجملة التالية دع المؤمن ربه في سجوده نعم الحال في سجوده على أي حال دع المؤمن ربه الجواب في سجوده نوعها شبه جملة جار ومجرور استخرج الحال مما يلي وبيّن نوعها شاهدت الطائر فوق عشه الحال في هذه الجملة فوق عشه أي على حال شاهدت الطائر على أي حال شاهدت الطائر الجواب فوق عشه نوعها شبه جملة ضرف حول الحال المفرد فيما يلي إلى حال جملة مغيرا ما يلزم رجع القائد منتصرا الجواب رجع القائد وقد انتصر جملة فعليا شربت الماء صافيا شربت الماء وهو صاف جملة اسميا وقفت متأملا خلق الله وقفت وأنا متأمل خلق الله جملة اسميا نحول الحال الآن الجملة إلى مفردة جاء المدعوان إلى الحفل وهما مسروران مسرورين عاد العمال يحملون بركات العمل عاد العمال حاملين بركات العمل أنشد الطالب القصيدة وهو مبتسم أنشد الطالب القصيدة مبتسما اضبط الحال فيما يلي واذكر السبب أديت الواجب مخلص أديت الواجب مخلصا السبب حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة لأنها حال مفردة والمفرد ينصب بالفتحة عادت الفتيات مسرورات مسرورات السبب حال منصوبة وعلامة نصبها الكسرة لأنه جمع مؤنة سالم وعلامة نصبه الكسرة دائما تدريبنا الأخير استبدل بالجار والمجرور فيما يلي حالا مغيرا ما يلزم استقبلت الضيف في سرور مسرورا نعم يذهب الطلاب إلى المدارس في بهجة مبتهجين نزل اللاعب أرضا مع مباراة في حماس متحمسا هذا كان كل ما لدينا في قاعدة اليوم ألتقيك بمشيئة الله بدرس آخر في الأيام المقبلة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر